بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في درس جديد في مقارعية 261 الدرس الرابع في الوحدة الرابعة تمثيل دولة نسمية بيانيا ما حتكلمنا في الدرس السابق عن تمثيل دالة المقلوب الحين راح ناخد دالة أشمل وهي الدالة النسمية راح نتكلم في هذا الجزء من الدرس عن خصائص الدالة النسمية تمثيل دالة نسمية لها خط تقارب رأسي وأفقي وتمثيل دالة نسمية لها لقطة الفصال وإيجاد خصائص الدالة النسمية الدالة النسمية طبعا هي دالة تكتب على هذه الصورة AX على BX حيث AX والBX تكون كثيرة حدود يعني مثلا ممكن نقول FX مثلا ناخد كثيرة حدود مثلا AX تربيع زائد الواحد على 3X نقصا ثلاثة البصل المقام عبارة عن كثيرة حدود أو 5X مثلا نقصا واحد على 3X زائد واحد وهكذا الشغل المهمة طبعا في هذا الدرس هو التمثيل البياني عشان نحن نرسم التمثيل البياني بشكل صحيح رح نراعي ثلاث أشياء ثلاث نقاط رئيسية أولا نقاط الانفصال ما هي نقطة الانفصال تكون للدالة نقطة الفصال عند X يساو M إذا كان X نقصا M عامل مشترك بين البصل والمقام لو تشوف هذا المثال عنده هذا الدالة X زائد الاثلين في X زائد واحد على X زائد واحد أنا أول ما نجي للدالة رح أقوم بتحليل البصل والمقام إذا كان فيه قوس مشترك أو عامل مشترك بين البصل والمقام مثل ما موجود في هذا السؤال اللي نلاحظ X زائد واحد و X زائد واحد عند X زائد واحد يعني القوس اللي اختصرته يكون فيه نقطة الفصال يعني عند X زائد واحد ساو صفر توجد نقطة انفصال شنو يعني نقطة الفصال؟ يعني الدالة بتكون متصلة عند القيم عند كل القيم ما عدا هذه القيمة نشوف أن هناك فيه فجوة عند هذه القيمة فاحنا راح نخليه لي فرار لاحظوا أن إذا قاتل X زائد واحد ساوي صفر إذن X ساوي صالب واحد فلاحظوا عند صالب واحد صارت فيه صار فيه انفصال للدالة راح نفصل طبعا هذه الأشياء في الأسئلة بعد شوي إذن أول شيء الراعي هو إنجاد نقطة الانفصال نحن نحلل البسط والمقام ونشوف شلو الاختصارات وبعد الاختصار طبعا راح نوجد خطوط التقارب الرئيسية شلو نوجد خطوط التقارب الرئيسية؟ لو قلنا 2X لقص واحد على X زائد ثلاثة نلاحظ أن نلبسوا المقام ما في أي اختصار مع بينهم إذن نحن في هذه الحالة راح نساوي X زائد الثلاثة بالصفر وبالتالي بتكون X تساوي صالب ثلاثة نسمي X صالب ثلاثة خط تقارب رئيسي أعطيكم مثال ثاني لو قلنا مثلا GX تساوي خلنا نقول X تربيع ناقص تسعة على X زائد ثلاثة في X ناقص الاثنين طبعا هذي راح يكون فيه اختصار أول شي راح اختصار طبعا راح أحل البسط مع الفرق بين مربعين X لاقص ثلاثة و X زائد ثلاثة المقام طبعا التحليل جاهز راح أختصر على الحين اختصر X زائد ثلاثة و X زائد ثلاثة مثل ما قلنا X زائد ثلاثة عندها تكون فيه نقطة الفصال يعني راح نقول X زائد ثلاثة هي نقطة الفصال للدالة الآن شو نضع عني في الدالة ضلت عندي X لاقص ثلاثة على X لاقص الاثنين في هالحالة راح أقول عندما يكون المقام يساوي صفر بعد الاختصار يكون هناك نقطة أو عفوا خط تقارب رأسي راح أساول هذا بالصفر راح تطلع علي X زائد ثلاثة نقول عن هذا خط تقارب رأسي إذن أنا ما أصير أقول خط تقارب رأسي ليكون سالب ثلاثة لأنه عند الثلاثة يكون صفر لا لأنه فيه اختصار فهذا الاختصار أعطاني لقطة الفصال اللي يضل في المقام هو اللي يكون عنده خط تقارب رأسي نروح للنقطة الأخيرة وهي إيجاد خطوط التقارب الأفقية في ثلاث حالات عشان نوجد خطوط التقارب الأفقية أول حالة لتكون درجة البص تساوي درجة البقام طبعا نقصد بالدرجة هو أكبر أس في كثيرة الحدود يعني هلين اللي نرى تحضر الأكبر أس هو الـ X اللي هي X1 وتحت نفس الشي إذن أكبر أس فوق تحت نفس الشي على درجة البص تساوي درجة المقام في هالحالة توجد أو يوجد خط تقارب أفقي واحد شنو معادلة تكون المعامل على المعامل يعني معامل أكبر أس على معامل أكبر أس بالمقام بس طبعا هذا لازم يكون درجة البص تساوي درجة المقام يعني في هالحالة رح أقول خط التقارب هو 2 على 1 معادلة أن خط التقارب الأفقي هو Y ساوي 2 لاحظوا أنه باللون الأخضر هذا 2 هو خط التقارب الأفقي يعني تمثيل البني يقترب من هذا الخط ولا يبصه ولا يقطعه الحالة الثالية أنه تكون درجة البص أكبر من درجة المقام لاحظوا أنه فوق X تربيعه تحت X معلات أن البص درجته أكبر من المقام في هالحالة لا توجد خطوط تقارب أفقية الحالة الأخيرة أنه تكون درجة البص أقل من درجة المقام في هالحالة رح يكون عندنا خط تقارب أفقي 1 تكون معادلته Y تساوي 0 دائما يعني لاحظوا أنه درجة البص هنا كل واحد يقول هنا كم درجة نعرف الدرجة طبعا نعرف إلى الثلاثة X 0 درجة البص 0 درجة المقام هي 2 البص درجته أقل من المقام إذن يوجد خط تقارب أفقي هو Y ساوي 0 لاحظوا أنه بناء الأخضر يكون خط تقارب أفقي عند Y تساوي 0 هذه الأشياء الثلاثة المهمة اللي لازم نراعيها ونرسم الدالة الدسمية دعونا نتعلم شلون نمثل دالة الاسمية نمثل بياني لكل دالة حدد خطوط التقارب الأفقية الرأسية ونقاط الانفصال إن وجدت مع ذكر المجال البداء أول ما نحلح نفس السؤال أول ما نتأكد هل يوجد اختصار بين البص والمقام طبعا لو حللنا البص في عام المشترك وهو الاثنين لو أخذنا اثنين عام ناقص الاثنين على اكس ناقص واحد هل في اختصار طبعا ما في اختصار خلاص ما في اختصار ما لداعي أيضا هذا الكتبة إذا في هالحالة نقول لا توجد في البداية لقاط الانفصال لا توجد لقاط الانفصال تعالوا نحل خطوط التقارب الرأسية أو الشهي اللي نبدي فيها نخلي المقام صفر خلي المقام يساوي صفر معناتها اكس لقص الواحد يساوي صفر ننقل الواحد جهة اليمن فرح تصير اكس ساوي واحد إذن استنتج إذن خط التقارب الرأسي هو اكس ساوي واحد اكس ساوي واحد تعالوا الحين إلى خطوط التقارب الأفقية نطالع درجة البسط ودرجة المقام أكبر أس فوق اكس أكبر أس تحت بعد اكس إذن هلين فيها الحالة رح ناخد المعامل على المعامل يعني آخر اثنين على كم اثنين على واحد إذن رح أقول أول شيء بما أن درجة البسط تساوي درجة المقام فيها الحالة إذن يوجد خط تقارب أفقي معادلته ناخد المعامل على المعامل يعني أن بتصير Y تساوي اثنين على واحد معادلته ال Y تساوي اثنين وهذه هي المعادلة خط التقارب الأفقي إذن إحنا وجدنا الخطوط الأفقية والرأسية وقلنا لا يوجد نقاط الفصال تعال نرسم وبعدين رح نذكر المجال المدى المجال المدى دائما نحننوهم بعد الرسم أول شيء طبعا رح أرسم خط التقارب الرأسي وهو يكون عند الواحد هذه X هذه Y نرسم خط عند الواحد في هالجهة هذا هو خط التقارب الرأسي ودائما دائما كتبوا عليه معادلته ونتون ترسموا الكتب المعادلة اللي هي X1 الخط الأفقي هو Y2 راح يكون لي في هذا الجهة نكتب عليه Y 9 و 2 إذا نبينا خط التقارب الرأسي على رسم الحين راح نرسم هذا الجنول مفترض تكون اللقاط معطلة لو ما أعطيت هذه اللقاط نحن نقدرش نسوي ناخد خط التقارب الرأسي اللي هو الواحد اللي نخلي في ملتصف الجنول ناخد كم نقطة على اليسار تعالوا الحين نفتح الآلة ونستخدم board 7 له table عشان نرسم هذا الجنول نكتب الدالة 2 X ناقص 4 على X ناقص 1 القيام تبتدي ب سالب ثلاثة start بسالب ثلاثة وتنتهي بالخمسة زي الستم طبعا ممكن أخلي واحد وممكن أخلي نص ليش أخلي نص علشان تطلع لي واحد ونص لو ما خلينا استم نص بعدين احنا رح نوجد واحد ونص بشكل يدوي أنا ما أخلي ما أخلي الاستم نص بيطلع لي جنوى كبير أول شي سالب ثلاثة وكم سالب ثلاثة وثنين فاصلة خمسة سالب واحد سالب واحد نزل تحت ثلاثة الصفر الصفر أربعة الواحد الواحد معنات هادي الواحد هي الغير معرفة اللي حلقين لها خط التقارب الرأسي لأن حساوينا المقام بالصفر فأكيد رح يطلع إيرا إذا نكتب على الواحد غير معرف واحد ونص عندي سالب اثنين وعندي اثنين صفر وعندي ثلاثة واحد وعندي آخر شي أعطانه خمسة تطلع واحد ونص كتبنا اللقاط على الجدول تعالوا نحن نمثل بيانيا سالب ثلاثة و 2.5 هاي سالب ثلاثة 2.5 فوق هذي راح تكون آه سالب واحد ثلاثة هذي سالب واحد ثلاثة صفر واربعة هذي صفر واربعة واحد غير معرف طبعا هذي خط التقارب الرأسي سالب آه معرف واحد ونص هذي واحد ونص سالب ثلاثة تحت ثلاثة صفر هذي ثلاثة واحد هذي ثلاثة واحد وخمسة واحد ونص خمسة واحد ونص اتوقع تميل الشكل عندكم الحي مجرد راح اوصلهم على شكل منحظة ونراعن نحن نمشي مع خط التقارب وهذا نمشي ويه خط التقارب ونفس الشهادة نمشي ويه خط التقارب الأفقي ونفس الشهادة راح امشي هذي الى الثلاث الأربع لقاط عفوال ونمشي ويه خط التقارب الأفقي ونمشي ويه خط التقارب الرأسي اذا هذي هي الرسمة مثل ما احنا شايفين الحين راح اوجد المجال والمدى المجال لو لاحظ ان احنا اخذنا كل القيام معنا خط التقارب الرأسي اذا راح يكون المجال وي او عفوال اكس حيث اكس لا تساوي يعني جميع الاعداد الحقيقية معدل واحد المدى نفس الطريقة راح ناخذ كل الاعداد اللي هي في الواي معدل خط التقارب الأفقي يعني راح اقول وي حيث وي لا تساوي اثنين لا تساوي اثنين اذا هذا المجال وهذا المدى اذا الهدي مثل الميانيا حدد الخطوط التقارب الأفقية والرأسية وبينا ان لا توجد لقاط انفصال وايضا كتبنا المجال والمدى تعالوا ناخد الحال الثاني الحين اعطاني هذا الدال اكس تربيع زائل اثنين اكس لاقص الثمانية على اكس لاقص الثانية اول شي نتأكد هل في تحليل يعني هل في لقاط الفصال هل في اختصار تعالوا نحلل الباست ممكن نحلله اكس تربيع اكس في اكس عددين ضربهم ثمانية حاصل ترحم اثنين طبعا هم اربعة واثنين اربعة واثنين طبعا الاكبر راح ياخد اشارة الاشارة اللي هي موجب اربعة لاقص اثنين يعطينا اثنين واربعة في سالم اثنين يعطينا سالم ثمانية او تأكلوا بالآلة بالمود خمسة ثلاثة وتحت طبعا اكس لاقص اثنين نحن نحن انه اختصار هنا راح اختصار اكس لاقص اثنين واكس لاقص اثنين فالناتج راح يكون اكس زائد اربعة زين الحين اول شغلة تطلعها هي نقاط الانفصال اوكي نقاط الانفصال نقول انه توجد توجد لقطة انفصال متى عند القوس اللي اختصرنا اللي هو اكس لاقص اثنين يساو صفر اذا توجد نقطة الفصال عندما اكس تساوي اثنين هذه تكون عندها نقطة الفصال اوكي هذه تكون عندها نقطة الفصال طبعا هذا الجدول انا راح ازيد خانتين اوكي راح ازيد خانتين اه راح احط اثنين وحط ثلاثة بعد مفترض هو يحط ثلاثة ومع الثلاثة عشان تكون رسمها اوه ازيد هذه الاثنين نقطة الفصال عشان لا ننسح وحنا بعدين نرسم الاثنين تكون عندها نقطة الفصال يعني لازم اخلي دائرة مفتوحة ازيد الحين خلونا نشوف خطوط تقارب رأسية لاحظ انه ما في مقام الناتج ما في مقام اذا في هالحال نقول لا توجد لانه ما في شي نساوي بالصفر اذا لا توجد خطوط تقارب رأسية لانه ما في شي في المقام ما في متغير في المقام لا توجد خطوط تقارب رأسية حتى لا ضلي عدد في المقام عدد حقيقي نفس الشي العدد هذا لا يساوي الصفر تعال الخطوط الافقية دائما في خطوط التقارب الافقية نطالع الاصل درجة البسط اثنين درجة المقام واحد اقل اذا درجة البسط اكبر من درجة المقام في هالحال نقل نحن اذا كان درجة البسط اكبر من المقام نقول لا توجد خطوط تقارب افقية اذا نحن لاحظ لا رأسية ولا افقية اذا تعال نرسم الجدول طبعا الجدول ممكن تعتبدون على الدالة الاصلية او تعتبدون على هذه الدالة طبعا اللحظ ان الناتج اللي طلع عندي هي دالة خطية هذه دالة خطية اذا المفترض ان الشكل اللي بيطلع عندي الشكل العام هو شكل دالة خطية زي فهذه ما نحتاج حتى نسوي الاستخدم الآلة مجرد نحن راح نزيل على كل قيمة اربعة سالب خمسة زائد اربعة يعطينا سالب واحد سالب اربعة زائد اربعة صفر لاحظونا كلهم يزيدون بالواحد راح يطلع واحد ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة عسبنا الجدول او بلأنا بيانات الجدول تعالوا نرسم الحين سالب خمسة وسالب واحد سالب اربعة وصفر سالب ثلاثة وواحد كلهم على خط مستقيم واحد صفر واربعة واحد وخمسة نحن لقلنا الشكل هو شكل دال خطي يعني على شكل خط مستقيم راح اوصل هذه النقاط بالوسط طبعا لهذه دال خطية اوصل بهذا الشكل خلاص رسمنا الدال طبعا نبد نبد يعني مفترض اننا نحط سهم ونحط سهم الحين احنا لازم نراح ان احنا قلنا في نقطة الفصال اللي هي الاثنين يعني الاثنين مو قيمتها ستة هي على هذا الخط تكون قريبة من الستة او تقترب من الستة فالمفترض اننا احنا لازم اخلي هني اخلي هني بس دائرة فهذا يبقى لي انه تكون في نقطة الفصال عند الدال زي يعني قيمة الدال مستحيل تكون ستة لان احنا لو نعود في هذه الدال عن الاثنين بيطلع لي ايرو غير معرف اوكي فهلي لازم نخلي دائرة بهذا الشكل مثل ما اقل نخلي دائرة مباشرة عقب ما نحد انه هذه نقطة الفصال فنعرف ان هذه تكون عندها نقطة الفصال طبعا المجال واضح المجال والمدى واضح ان المجال رح ناخد كل الاعداد ما عنده نقطة الفصال اكس حيث اكس لا تساون اثنين المدى نفس نقطة الالفصال الاحداث الواي في نقطة الالفصال هو كيف طلع طلع الستة اذا الواي لا تساوي الستة اذا هذا هو المجال وهذا هو المدى الى هنا نكون قاعدت هنا من هذا الجزء الجزء الاول ان شاء الله في الجزء الثاني رح نتكلم عن باقي الحالات شكرا لكم على المتابعة وفي اماننا